في رواية قواعد العشق الأربعون للكاتبة التركية أليف شافا وضعت الكاتبة أربعين قاعدة للعشق الإلهي على لسان شمس الدين التبريزي وهي قواعد تحقق الرؤية الكاملة لمحبة الله والبشر على حد سواء وفيما يلي القواعد العشر الأولى القاعدة الأولى إن الطريقة التي نرى فيها الله ما هي إلا انعكاس للطريقة التي نرى فيها أنفسنا فإذا لم يكن الله يجلب إلى عقولنا سوى الخوف والمنامة فهذا يعني أن قدرا كبيرا من الخوف يتدفق في نفوسنا أما إذا رأينا الله مفعما بالمحبة والرحمة فإننا نكون كذلك القاعدة الثانية يتكون الفكر والحب من مواد مختلفة فالفكر يربط البشر في عقد لكن الحب يذيب جميع العقد إن الفكر حذر على الدوام وهو يقول ناصحا احذر الكثير من النشوة بينما الحب يقول لا تكتلث أقدموا مع هذه المجازفة القاعدة الثالثة تنبع معظم مشاكل العالم من أخطاء لغوية ومن سوء فهم بسيط لا تأخذ الكلمات بمعناها الظاهري مطلقا وعندما تلج دائرة الحب تكون اللغة التي نعرفها قد عفى عليها الزمن فالشيء الذي لا يمكن التعبير عنه بكلمات لا يمكن إدراكه إلا بالصمت القاعدة الرابعة مهما حدث في حياتك ومهما بدت الأشياء مزعجة فلا تدخل ربوع اليأس وحتى لو ظلت جميع الأبواب موسطة فإن الله سيفتح لك ضربا جديدا القاعدة الخامسة الوحدة والخلوة شيئان مختلفان فعندما تكون وحيدا من السهل أن تخدع نفسك ويخيل إليك أنك تسير على الطريق القوين أما الخلوة فهي أفضل لأنها تعني أن تكون وحدك من دون أن تشعر بأنك وحيد القاعدة السادسة لا يعني الصبر أن تتحمل المصاعب سلبا بل يعني أن تكون بعيدا نظر بحيث تفق بالنتيجة النهائية التي تتمخض عن أي عملية ماذا يعني الصبر؟ إنه يعني أن تنظر إلى الشوكة وترن الوردة أن تنظر إلى الليل وترى الفجر أما نفاد الصبر فيعني أن تكون قصيرا نظر ولا تتمكن من رؤية النتيجة إن عشاق الله لا ينفد صبرهم مطلقا لأنهم يعرفون أنه لكي يصبح الهلال بدرا فهو يحتاج إلى وقت القاعدة السابعة يمكنك أن تدرس الله من خلال كل شيء وكل شخص في هذا الكون لأن وجود الله لا ينحصر في المسجد أو في الكنيسة لكنك إذا كنت لا تزال تريد أن تعرف أين يقع عرشه بالتحديد يوجد مكان واحد فقط تستطيع أن تدحث فيه عنه وهو قلب عاشق حقيقي فلم يعش أحد بعد رؤيته ولم يمت أحد بعد رؤيته فمن يجده يبقى معه إلى الأبد القاعدة الثامنة لا يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب والجنوب والشمال فمهما كانت وجهتك يجب أن تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك فإذا سفرت في داخلك فسيكون بوسعك اجتياز العالم الشاسع وما وراءه القاعدة التاسعة عندما تجد القابلة إن الحبل لا تتألم أثناء المخاض فإنها تعرف أن الطريق ليس سالكا بعد لوليدها فلن تضع وليدها إذن ولكي تولد نفس جديدة يجب أن يكون ألم وكما يحتاج الصلصال إلى حرارة عالية ليشتده فالحب لا يكتمل إلا بالألم القاعدة العاشرة إن السعي وراء الحب يغيرنا فما من أحد يسعى وراء الحب إلا وينضج أثناء رحلته فما إن تبدأ البحث عن الحب حتى تبدأ تتغير من الداخل ومن الخارج ترجمة نانسي قنقر